حبيبك حالياً عم يفكر فيه تغيرات عم يمر فيها ولكن عم يفكر بالماضي اللي كان بينكم أو بالذكريات القتيمة اللي كانت بينكم. ايضاً ممكن يكون فيه فرق بينك وبينها الشخص بالسن يعني اذا انت رجل ممكن تكون الامرأة هي الاكبر سناً بالعلاقة. ايضاً الشخص اللي عم تتعامل معه عم يمر حالياً بتغيرات ومركز كتير عم يشوفه على وضعه المادي أو عم يشتغل بالأصحة عم يشتغل على حاله كتير. بس فيه بينكم عم يشوف تقدم وفيه بينكم حركة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بسبب صعوبة العلاقة بينكم وأيضاً فرق السن بينكم ممكن يكون توأم شعلاً اللي عم تتعامل معه لانه عندك بدايات جديدة بالعاطفة ولكن البدايات عم تسبب لك نوع من الخوف. وهالطاقة عادةً بتصير مع الأشخاص اللي عم يكونوا عم يتعاملوا معه بتتوأم شعلاً لانه التواصل أو البوندينج بيكون كتير قوي لدرجة انه بيخوف الطرف الآخر. فبيصير فيه عندك شخص بيركض وشخص بيلحق أو شخص يعني شخص دائماً بيكون عم يحاول يبعد عن هالشخص برغم قوة المشاعر اللي عم يحسها للشخص الآخر. وفيه شخص دائماً بيحاول هو يركض وراء الشخص الآخر بعد انت يعني بتتغير الأمور. فالشخص اللي هو حالياً عم يكون هو الرنر أو عم يكون هو اللي عم يبعد عن التواصل. وهو اللي بالمستقبل رح يكون يحاول يرجع التواصل. لانه عم شوف انه حبيبك بالماضي ممكن يكون هو وحالياً ممكن يكون هو اللي عم يحاول يصلح معك العلاقة أو يرجع معك العلاقة. بس انت كتير متوتر وكتير وكتير خايف من هالعلاقة. عم شوفك أيضاً آآ يعني بالمستقبل طاقتكم بالمستقبل آآ فيه فيه حطرف منكم رح يرفض عرض الحب أو رح يكون مش كتير آآ متفائل بعرض الحب. بالمستقبل الصراحة الأمور بينكم رح يكون فيها ضلوع ونزول كتير أو رح يكون كتير متغير. ومشان هيك بدك مثل ما كروة النصيح حكيت لك بدك تكون بيشنت أو تكون صبور مع الوضع. أيضاً إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه هالشخص ما تحاول أنك تخبيها أو تظل تفكر فيها لوحدك لحالك. لأنه هالشخص ممكن هو بده إشارة أو بده رمز أو بده كلمة حتى يعرف أنه مشاعر بينكم يعني متبادلة. لأنه هالشخص بيشوف حالياً أنه هو الوحيد اللي عم بيفكر بالموضوع لأنه أنت عم تبعده عندك. بالمستقبل يا برج الثور عم شوفك رح تكون كتوم أكثر عم تحاول تتبع أو رح تحاول تتبع أخبار هالشخص وشوي الجديد بحياته عم شوفك عم حاول تجمع معلومات عن هالشخص. لأنه هلكتين مع بعض يعني أنت عم تحاول تكتشف أسرار عن هالشخص أو يعني بدون ما بيعرف. ممكن أيضاً تكون عم تحكي مع هالشخص مش بالشخصيتك أنت أو يعني ممكن تكون اختلقت شخص شخصية وهمية أو حتى أكاونت وهمية حتى تحكي مع هالشخص. لأنه عم شوف هون طاقة تلعوبية أو طاقة سنيكي ومع هالطاقة فأنت عم تحاول تجمع معلومات عن هالشخص بطريقة غير مباشرة. بالنسبة لحبيبك بالمستقبل عم شوف أنه عنده بالفعل مشاعر عميقة تجاهك أو مشان هيك بحكي لك هو شخص في عنده ماء أو مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته. شخص هو كتير ايموشنال شخص كتير متقلب المزعج مرة بيكون مبسوط مرة بيكون مش مبسوط. بس حبيبك بيشوف بالمستقبل أنه وصل إلى طريق مسدود بهالعلاقة لأنه ما في منك أي ردة فعل أو ما في منك أي مبادرة أو حتى تورجيه أنه بالفعل أنت عم تحس مثل ما هو عم بيحس. عم شوف أنه هالشخص بالمستقبل قريبا هو اللي رح يكون الرنر هو اللي رح يبعد عن العلاقة وإنت احتمال اللي رح ممكن تحكي مع هالشخص أو يكون في بينكم أنت اللي تحاول يعني لأنه فيه فيه اختلاف يعني فيه تغير رح يصير. بمعنى أنه الأدوار رح تنقلب أو رح تتغير يعني أنت رح تحس ورح تتصرف مثل ما هو في المستقبل أنت رح تحس وتتصرف مثل ما هو عم يتصرف معك حاليا أو عم يحس حاليا. طب بلنا نشوف هالشخص يعني بالمستقبل لأنه هو مبتعد عم شوفه أو رح يبعد عن التواصل. بس ليش هو بدنا نتأكد ليش هو بده يبعد لأنه مبين أنه هنا فيه dead end بس بدنا نتأكد أكتر. فعم شوف هالشخص رح ياخد قرار صارم بما يخص مشاعره لأنه هو عم يبحث عن الحب يعني هو عم يبحث على الرضا النفسي وعم يشوف أنه هو مش قادر يلاقي الرضا النفسي بالعلاقة هاي معك لأنه كل ما عم يحاول يقرب منك الشخص أنت عم تبعده عنك. فمثله كأنه يقس من الموضوع وعم يحس أنه صعب يوفق بين اللي بيحسه وبين اللي عم بيصير حاليا. طيب فيه هون عندك بالمستقبل تعقدكم أيضا فيه آآ فيه شخص رح يكون رافض عرض هالحب ولكن فيه عندك تغيرات رح تصير هون. فبند نشوف لأنه أيضا عندك the tower card فاحتمال التغيرات اللي عم تصير حاليا أو الأشخاص اللي منفصلين حاليا. أنتوا بحاجة أنه تمروا بها المرحلة. بالذات إذا توأم شعلة عادة لأنه بس تتحدوا هدفكم بيكون أكبر من أنه فقط تكونوا مع بعض. يعني sole purpose أو الهدف تبعكم في الحياة بيكون أكبر بكتير من أنه فقط أنكم تكونوا مع بعض. فمرات التوأم الشعلة بيحتاج أنه يمر بهالمرحلة أو بأنه تنهد أساسات العلاقة بينك وبين الشخص من أجل أنه تنبني على مبدأ صحيح أكتر أو أفضل أكتر. طبعا نشوف التغيرات بالمستقبل رح تكون بتخص شو. فيه اعتراف رح أقدم في حديث رح يكون فيه كتير من الصراحة. يعني عم شوف فيه أيضا اعتراف ممكن يكون بالمشاعر أو بالحب ولكن الشي رح يكون بتير صادق. ممكن أنت وهالشخص المشاعر بينكم مش عم تحكوا فيها لأنه عندك هاي بريستس فاللي عم بتحس فيه مش عم تحكي فيه أنت. فهالشخص عم شوفه أو تعقدكم بالمستقبل عم شوف أنه مع أنه عندك كرت عدة اختيارات فبالمستقبل ممكن يكون تمروا بمرحلة أنه يكون فيه بينكم عدة اختيارات أو الشخص اللي عم تتعامل معه يكون فيه عنده عدة عروض حب وإنت أيضا يكون فيه عندك عدة عروض حب إلى أنه الاختيار بالأخير رح يكون يعني إذا أنت مثلا للي عندك العروض الحب القرارك بالأخير رح يكون أنه تكون صريح مع حالك أو أنك تعترف لهالشخص أو هو يعترف للك لأنه ممكن تكون عكسية القراءة. ولكن عم شوف فيه حكي فيه نوع من الصراحة بينكم كتير بالمستقبل يعني. مجلوز أنت رح تحكي مع هالشخص عن مخاوفك أو عن الأشياء اللي بتحس فيه وهو أيضا رح يعبر لك عن عن مدى اشتياقه أو تفكيره للماضي باللي صار بينكم. طيب بدنا نتأكد بس لأنه مبين أنه بالأغلبية فيه بينكم رح يصير تواصل أو فيه رح يصير حكي ممكن مش رجوع ولكن فيه رح يصير بينكم نوع من الحكي والنقاش. بدنا نتأكد بس برج الثور أنت بالمستقبل هل ناوي فعلا أنه أنه ممكن تكون أنت اللي رافض عرض الحب هون فهل أنت ناوي أنه ترجع لهالشخص أو حتى تتقبل منه الحكي اللي بده يحكيه معك؟ طيب فيه عندي ملكتين هون يعني همشوفك متخذ ملقف كتير صارم تجاه الشخص يعني أنت وهو رح يصير فيه بينكم حديثك كتير صريح ولكن عمشوف أنه تواصل بينكم رح يعني رح يطلع إلى استنتاج بالآخر لأنه أنت عم تبحث عن إشي جدي عمشوفك وهو أيضا عم يبحث عن إشي جدي ف رح يصير فيه صراحة بالموضوع بحيث أنه عمشوف أنه أنت وهو مش عم تبحثه عن علاقة كاجول أو علاقة يعني علاقة غير جدية عمشوف أن الطرفين عم يبحثوا عن علاقة جدية وتقريبا ها رح يكون موضوع النقاش بينكم في المستقبل أوكي حبابي برج الثهور رتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتها إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكريب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم